أشير إلى هذا الخبر العاجل حيث تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الأزراء الهندي نارندرا مودي تناول الاتصال تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيا وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث جرى التوافق حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة لمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية في كلتاً دولتين فيما قدم رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم كما عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة مشيداً بما يلقاه أبناء الجالية الهندية في مصر من رعاية وثمناً في الوقت ذاته ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية وقد أكد الرئيس وحرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائية مع الهند في شتى المجالات لسيما على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين الدولتين ترجمة نانسي قنقر